شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على التخفيف عن أشقائنا في قطاع غزة في ظل الأزمة الراهنة وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على غزة أن يكون معبر رفح منفذا لدخول المساعدات لأن خلال الأربع شهور اللي فاتوا على أكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق إحنا أبداً مصر طبعاً أنا قلتها بالكلام ده قبل كده والحكومة بتقوله كتير والوزير الخارجية بيقوله كتير لكن أحياناً التكرار بيبقى مهم لتأكيد الرسالة مصر أبداً أبداً لم تغلق القطاع ولكن أسف المنفذ يعني ولكن عشان نعمل حاجة في أوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا أن ما حصلش مشكلة وأحنا بنعمل الإجراء وإحنا كمان بنحبك وكلكم فأنا بس حبيت أشير للنقطة ديت وإحنا إن شاء الله خلال يا رب اللي يام اللي جاية البسيطة ديت نصل إلى وقف إطلاق النار وتبتدي إغاثة حقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات المختلفة فكان لابد أن أقول الكبتين الصغيرين دول وأيضاً أكد أن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعلى سمتها القدس الشرعية شكراً لكم شكراً لكم